الايام هذه درجة حرارة هالجو فل اتش يعني مفورة الواحد ايش تصير بالجسم اذا ارتفع درجة حرارة هالجو بقلكم معلومة وقلوا سبحان الله وحمد الله عليك مثلا علبة هالما هذه باردة درجة حرارة هالان تقريبا الخمسة عشر او عشرين اذا حطيتها بالشمس بترتفع قد تصل الى ستين يعني بتطبخ فيها شاهي حرارة جسم الانسان الان درجة حرارة طبيعية من ستة ثلاثين الى ثمانية ثلاثين أو من 37 إلى 38 تقريبا ليش وقت الحر ما ترتفع درجة الحرارة 40-50 وتلقى بعض الناس بعض ربعنا الظهر تاصل درجة الحرارة 45-46 وأخينا بالله كوب شاي حار ولا ترتفع درجة الحرارة فعاد الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله عز وجل أبدع في خلقه وقالوا في أنفسكم أفلا تبصيرون أسمع المعلومة طبعا إذا دخلت الحرارة في الجسم وأصبح الجسم قابل لارتفاع درجة حرارته تعرفون درجة حرارة الجسم إذا ارتفعت أصبح خطر على حياة الإنسان إذا ارتفعت درجة حرارة الجو يتفاعل الجسم فيضخ كميات كبيغة من الدم إلى سطح الجلد فيطرد هذه الحرارة وهذا ما يسمى بالتعرق فيحافظ الجسم على درجة حرارته الطبيعية 37-38 لأنه يا إخوان لو ارتفعت درجة الحرارة بس إلى 39 تدرش يسير؟ إذا وصلت درجة الحرارة بس إلى 39 يرسل الدماغ إلى العضلات مؤشرات بقل الحركة فيشعر بالتعب والإعيام وإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم بس درجتين يعني 41 فما فوق يتوقف الجسم على الحركة فيصاب بالتشنج وإذا ارتفعت أو استمرت بهذا الارتفاع قد تفشل كثير من أعضاء الجسم مثل الكيلة والكبد والقلب وتكون حياتك خطأ فسبحان من يكلأنا بالليل والنهار ويحفظك بالحر وبالبرد وأودع الشاب جسمك نعمة منه ومنه ترجمة نانسي قنقر